انا بلاقي انه مثلا بيبقى فيه انواع كتيرة من الاكل مثلا لو هتفتري فيه فول وطعمية فيه جبنة فيه مربة فيه ممكن تفتري سيمون في ماء حاجات مختلفة كتير بلاقي الطبق مثلا ممكن الناس تحط المودة مع المودة مع المودة ده طبعا ماينفعش هو الواحد بيبقى جعان بيبقى نفسه مفتوحة فبيقول انا عايز اكل وهاكل وهخلص الطبق فلا نقول ايه بقى للناس دي او الناس دي ممكن تعمل ايه نحط اللي انا عايزه اخلص واروح تاني مش عايب خالص لكن اللي عايب والحرام ان انا اكل واسيب الاكل يترمي بعد كده ما في الاخر الاكل ده هيترمي محدش هيكل بعديين فاكل على قدك وروحه تعالى براحتك خاطص حاجة تانية لو انا هاخد عايش مثلا في الفطارة كامل على كلام كابرتك مامسكوش بايدي ابدا في طبق في طبق لازم امشي يعني لو انا هتحرك للترابيزة بتاعتي بحطها في طبق ماخدش اي حاجة ما عجبتنيش اقوم رجعها تاني لما اخدت حاجة اسيبها على طبق ايه يعني انا رفعت عايش او رفعت حاجة بقى احطها على طبق ايه لو رجعت في كلامي مارجعش ارجعها تاني وبسكش حاجة بايدي ابدا طبع لكل طبق بيبقى فيه سيرفينج اه قدامه مش كل الناس بتعمل كده بالأسف والموضوع بيبقى مقرب جدا والدرجة ان احنا ساعتنا بناخدش خلاص من الصنف ده وبنبدأ ان احنا ناخد من حاجات تانية لما بتحصل حركة زيكية مزبوط والاهم من ده كمان الاطفال بس احنا تنعين اجازة وعايزين نتكلم كلام فراكتكال يعني مش عايزين نعقد الدنيا انا عندي ولاد صغيرين وبيجروا وبيعملوا كل حاجة بس لازم اصلح يعني فكرة ان انا شايفة ام قاعدة مكبرت مخة او يعني او يعني او يلعب او يوقف ويدايق الناس وكده اطفال طبيعي انها هتعمل كده بس انا لازم اصلح اوجه مرة واثنين وثلاثة لو لقيت ان ما فيش فايدة ممكن اقوم انا عوض في مكان تاني او اخلص الاكل بسرعة وامشي او يعني الناس اللي طالع اجازة دي واخد اجازة من شغلها بالعافية واللينا عارفين يعني مش سهل وقت دايق وفي ناس بتحوش تور السنة عشان تطلع السفرية دي فما جيش بقى في الوقت بتاعهم ده ادايقهم ودايق نفسي برضو